السلام عليكم الإخوان تحياتي للجميع مرحبا بدالي كاملين تلاميذ تلميذات كيف وعدتكم البارح و قلت لكم أن اليوم إن شاء الله سوف نحاول ندير فيديو نخدم ولا نعطيكم البروغرام اللي غنخدموا عليه طيلة السنة دل العام هذا بالنسبة لمادة رياضيات حاولوا حفاكم سوف نعطي الفيديو مع أصحابكم الناس اللي عندهم الباكالوريا بش تعمل السفادة و كل شي يستفدوا ونحصلوا لأحد القروب اللي كبير الشي اللي كان بالنسبة أول درس غتشوفوا معاكم هشام عدلان الاسم الكنية هشام عدلان أول درس غنشوفوا هو الشمهيد هتشمهيد عن السوق وهو مكيش في البروغرام ديال الباكر عن السوق كا اضافة علاش لأن الناس كيلقوا مشكل فش يدخلوا الاتشي سال ديركتوموا كيلقوا مشكل فاش كيلقوا مشكل ما كيفهموش مزيان هذا التمهيد سنحاول أن نرى الحويج الذي سنقوم بعملها في هذه المادة أول درس لنا هو التمهيد التمهيد ماذا سنرى؟ سنرى ما هي المتطابقات الهامة كيف تعمل حدودية من الدرجة الثانية بطريقة دلتا كيف تحل معادلة كيف تعمل حدودية من الدرجة الثانية والرابعة باستعمال قسمة الإقليدية بحالة الحويج هذي كيف تحدد معادلة كيف تلقى واحد الحدودية من الدرجة الثانية ونقوم بإشارة بحالة الحويج سنرى في شمهي أول درس سنرى في البروغرام دل الباكالورية هو أشب هو درس درس الاتصال حيث يتربط هذا النبوغرام الناس الذين يريد أن يعمل أفضل يعمل بحالث دائم في دارس ونحن أن يتم تحرير يجب أن يفهم ذلك لا يجب أن يفهم وكي تفهم الدرس يجب أن تفهم التمهيد الذي سوف أعطيكم هذا هو الدرس الذي سوف نرى وهو الاتصال طريقة الخدمة سوف نحاول أن نرى الدرس الدرس يجب أن تتعرف من بعد سوف نرى الدرس ونحاول أن نرى المشيحانات الوطنية التي يدازل من بعد سوف نرى الاتصال ثاني درس يجب أن تقرار هو دراسة دال عددية هذه الدراسة دال عددية مهمة هي لماذا؟ حتى عندما تفهمتها تفهم أن تفهم نحن نرى الدراسة بحل ما شاء كيف كنا أخرى سوف نحاول أن نسابقه الفيديو الدالة الأسية هي التي تضع في الوقت عني بزر هي التي تضع تضع من نوع من الموقع حتى الـ 11 نقطة هذه الدالة الأسية والدالة الأسية إذا لم تفهمت هذا الدرس لا تتحرك لا تتحرك يجب أن تتحرك الدالة الأسية لأن هذه الدرس هي لبعض الدرس الذي يتحرك الدالة الأسية لعيش من بعد أن ننع دراسة دال العددية سنرى الدرس الموالية وهو المتتاليات المتتاليات العددية المتتالية العددية من أبسط الدرس اللي كان هناك في البارك لماذا ؟ حتى هذا الدرس هذا هذا الدرس اللي كانت عقلته قلته في السيزيام و حد درس ساو اسمته المتتالية العددية نفسه نفسه ستقرار في البارك غير غير يزاده و يحويه جداد لماذا ؟ حتى النهاية كيف تحدد النهاية المتتالية و لم تصدر تقعه هذا الحويج هم اللي ستزاده في البارك عندكم أما المتتالية ترى أنه قلته في السيزيام و ستقراره في البارك و كيف يحويه جداد حتى النهاية ستقراره في 2 متتالية هندسية أو 2 متتالية حسابية كنت و قلته في السيزيام و ستقراره في البارك المتتالية العددية ستضع عليها من نقطة في الوطن ستضع عليها 3 نقاط من 3 نقاط حتى لبعث النقاط متافقين؟ من بعد ما نرى المتتالية العددية سنرى درس جديد اللي هو الدالة اللو غا ريتمية بلا ما مقوداوين الدرس هذا اللي ما فهموش في البارك بلا ما مش يدوز الوطن لماذا؟ هذا الدرس يحدد لك ما ستجيب معدل في الباكالوريا في مادة ريادية أو ما ستجيبه لماذا؟ حتى ما هو تضع عليه نقاط من 8 نقاط الوطني حتى 11 نقطة مدى و تضع مدى المتتالية مدى مدى المدى مدى 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 و تضع مدى و تضع مدى 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 هذه المدى مهمة بلا تحتاج حاولوا و تركزوا عليهم جيد و ما قلت لكم الدل لغاية مية بيش تحل المشكلة ديالة ستجدوا يفهموا تحديث الدرس و الدل العادة حاولوا تحديث باكال و فيديو بيش كل شيء سوف نرى الدل لغاية مية سوف نرى درس جديد الذي لم ترى بهدى الدرس وهو أش الأعداد العقدية الأعداد العقدية الأعداد العقدية الأعداد العقدية هو في الحقيقة درس طوال بزات و من أطول الدرس اللي كاني في مدى تغيادية في السنة التانية باكالوري ولكن نحن بالتجربة سوف نحاول نلخص لكم هذا الدرس بهدى بهدى الأشياء المهمة اللي سوف نرى في الدرس اللي سوف نرى في الدرس سوف نحاول اللخص الدرس من بعد ما سوف نلخص الدرس سوف نحاول نحاول مواطع البيض صفقين ايضا لكي لا يطلق لكم هو درس طوال في الحقيقة ولكن سوف نحاول الأعداد العقدية هذا الأعوام اللي سوف نحاول أو الباريم يمكنك تضع نقاط مستحيل في المدينة القديم كانت لتضع من ثلاثة ولكن هذه الأعوام اللي فاتوا والعام اللي فاتوا والعام اللي قبل منه حطوا على خمسة النوقات يعني هذا هو درس مخص الواحد ينقص منه الدرس مهم بزار بحال و بحال الدالة لكي يكونوا متعفقين وانتو ما غدت شي اللي قلت لكم تأكدوا منه حيث لكي تحفو شنو كين مشي تقولوا ادخون اشي كدف علينا او اشي حاجة تشيركين اشي و الله و البروغرام تبدل ديال مااش بزار و الله وكي ركزوا على الفهمه إلا ماكتيش كتفهم امبوسبل تمشي مزين يعني باش تفهم ركزوا معايا وحاولوا تبدوهم الفيديو وش من اللي اول تلخ وذلك الشي اللي قلو حاولوا تشوفوا وحاولوا تراجعوا باش الفيديو وات الخوين مايبقاش مشكي لعنته يعني ذاك الشي اللي غنعطيكم في الفيديو نشو ماش غديرو غتحاولوا تكشبوا ذاك الشي ومن بعد قبل ما ندير الفيديو الجاي تكونوا وراجعتوا ذاك الشي اللي خدمنا في الفيديو السابق متعفقين الاعداد العقادية من بعد ما نشوفوا درس واحد اخر اللي مرتبط بهذا الدرس هادو الدلا لغاريتمية والدلا عددي وابتصال اللي هي الدلا أش الدلا الأسية الدلا الأسية الدلا الأسية الدلا هادي اه بحالها بحال الدل لغاريتمية بحالها بحال الدل لغاريتمية قدت تحط على منش مينة النوقات تشياء حتى الـ 11 نقطة العام اللي كانت تحطوا الدلا لغاريتمية في الدورة العادية والدل الأسية تحطوها في الدورة السيدلاكية يعني ماشي بعيد هاد العام هادا في الفين واتنين وعشرين يضعون لكم الدل الأسئة في العادية في المشيحة الوطنية يعني ما هو؟ هذا العام سيكون يجب أن نفهمه جيدا يجب أن نركزه عليه لأن هذا العام تضع الدل الأسئة في العادية يعني حتي مال كبير 100% تضع الدل الأسئة في العادية هذا العام غير 100% حتى 11% بعد أن نرى الدل الأسئة سنرى الدرس جديد لم تعني الدل الأسئة وهو حساب التكامل حساب التكامل حساب التكامل حتى هو دفسك تضع عليه من ثلاثة النقاط حتى الأربعات النقاط هذه الأعوام التي كانوا كانوا في حال هذه من 2016 2017 2018 كانوا يضعون التكامل يضعون التكامل مع داخل مع الدالا الوغايتمية والدالا الأسية يعني من دائما يضعون مع 11 نقطة وأن هذه الأعوام الآن تضعون باعدة الحساب التكامل يضعون حساب التكامل لمدة مؤقتين و الحشرية الوغايتم تضعون من 40 نوقات حتى تضعون 2 نقطة ستجلون هذا الشيء و هذا الدراسة ستحتاجها جدا في الدراسات العالية ستكلمون و لكن لا يجب أن يكون مهم في معلومات الوغايتم لأن هذا المعالم يعمل في هذا المعالم ولكن ستجلون ستقمة و ستعداد بطريقة في الأعوام الجاية اللي يكمل في الفيزيك أو الماشي من بعد حسابتها سنرى الدرس اللي هو الهندسة الفضائية الهندسة الفضائية الآن محطوهش حتى بدأوا مع الطلين و لا يوجد الوقت لكي يعملوا هذا الدرس و تحايد من البروغرام المادة تغييرها هو الحشمال هذا الدرس الهندسة الفضائية الهندسة الفضائية والحشمالات لا تضعوا و غير هذا من الاتصال حتى الحساب تكامل و هم اللي خدموهم ذاك لها الهندسة الفضائية والحشمالات ما كانش في البروغرام ذاك لها يعني من من 2020 أو 2021 ما كانش ما كانش الهندسة الفضائية والحشمالات يعني غاد شوفوا مشيحانات الوطنية اللي اللي قبل من 2021 2020 2019 2018 هاد الهندسة الفضائية والحشمالات تحيك تحط عليهم ثلاثة 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 تضع من ثلاثة النوقات حتى الاربعات النوقات دراسة الدل عددية لا تضع في الوطني والاتصال تضع في الوطني ولكن عندك تقول سافي سوف نخدمهم هذه الدراسة الدل عددية والاتصال والتي لا تفهمهم لا تفرح في المارس لكي نقول لكم لا تضع في الاتصال و دراسة الدل عددية هم الذين يكملون الدل العددية والدل العددية يعني من خلالهم سوف نعرف الفرعة الجامعة كيف تحدد الفرعة الجامعة ما هي دراسة الدل دراسة الدل هي تضع في الوطني سوف نعطي مثلا 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 ax² زائد bx زائد bx نعم نعم هذه في دراسة الدل عددية ما تضع في الوطني هذه الفرعة الجامعة تحاول الدرس كيف سوف تكون وكيف سوف يكون المنحانة نعم ما تضع في الوطني أولا نعم 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 عندما نعم 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 هذه مثلا ما هو المقاربة التي تمنى الفرعة الجامعة والجدول التغيرات هذه هي دراسة الدل من بعد ما تنجز نعم تشفى الفرعة الجامعة كيف أرى او افضل و افضل و افضل و لفضل و افضل. ماذا تحدد المنحنين قد درسي لها دراسة الدل عددي لان طيب اللي يزال اميش من الفيديو يكون عشبكم و كيف القتل حاجة الطاردة كيف ستستفيدو مع أصحابكم بيش ان شاء الله يزال والجروب كبير تعاونوا بعضياتنا تحبك اللي بيتو مرحبا بيوم معنا وكيف قلت لكم ادول واتساب ديالي انستغرام لحتى الشي تساؤل مرحبا والله يسر ليك